فوكوس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم عسلم ومرحبا بكم وعزائنا المستمعين في حلقة جديدنا من برنامج فوكوس مغلوعنا لليوم باش يكون ظاهر التلوث لهواء واللي تتسبب في أزمة الربو عند الصغار الصغار يبصاد ثمن البعض في ظاهرة اختيرة أصنعها الإنسان قال بحيثون من جامعة جورج واشنطن أنه ما يقارب من زوزملين حالة جديدة من حالات الربو عند الصغار كل عام تنجم تكون ناجمة على تلوث الهواء المرتبط بحركة المرور وهي مشكلة مزمنة تعاني منها المدن الكبرى عموما وثم دراسة نشط مؤخرا في مجلة لانسليند بلانتوري هيلف وهي الأولى من نوحة تقدر عبء حالة الربو عند الصغار الناجمة على تلوث لهواء في أكثر من 13 ألف مدينة حول العالم وتقول سوفان أنينبيرغ المؤلفة المشاركة في الدراسة وأستاذة الصحة البيئية والمهنية في جامعة جورج واشنطن اللي دراسة متاحهم كشفت أنه ثاني أفسيد النتروجين لانو دو يعرض الصغار لخطر الإصابة بالربو واللي المشكلة تتفاقن بشكل خاص في المناطق الحضارية لهو ينظيف ويلزم يكون جزء مهم من الاستراتيجيات اللي الهدف متاح الحفاظ على صحة الصغار والربو هو مرض مزمن يسبب الجهاب الشعب الهوائي في الرواري ويخلي عمليات التنفس تولي صعبة وتسبب الكحة ويولي ثمة صفير في الصدر وضيق النفس وقام البحثون دراسة التركيزات الأرضية لثاني أكسيد النتروجين وهو ملوث جين الدخان اللي يخرج ملك راهب ومحطات الطاقة والمواقع الصناعية والبحثين تبعوا حالات الربو جديدة اللي ظهرت عند الصغار من عام 2000 حتى 2019 والقاو اللي ثاني أكسيد النتروجين تسبب في عام 2019 في إصابة ما يقارب على 1.85 مليون صغير مريض بالربو وثلاثة الحالات هذه صارت في المناطق الحضارية لكن ما بين النتائج المباشرة واللي تزوفها الدراسة هي انخفاض عدد حالات الربو عند الصغار المرتبطة بثاني أكسيد النتروجين في المناطق الحضارية ويرجح العلماء انه يكون بسبب تشديد اللوائح لهوة نظيفة اللي وضعتها البلدان ذات الدخل المرتفع كما الولايات المتحدة الأمريكية وبرغم التحسينات في جودة لهوة في أوروبا والولايات المتحدة الا انه لهوة الملوثة وخاصة تلوث ثاني أكسيد النتروجين قاعت في الارتفاع في جنوب آسيا وإفريقيا الصمراء والشرق الأوسط وفي دراسة أخرى تشير إلى أنه 1.8 مليون حالة وفاة زيدة يمكن ربطها بتلوث الهواء في المناطق الحضارية في عام 2019 كما تظهر نتائج الدراسة اللي 86% من البلغين والصغار اللي يعيشوا في مدن حول العالم يتعرضوا المستوى من الجسيمات الدقيقة تتجاوز الإرشادات اللي وضعتها منظمة الصحة العالمية وختاما يحث المختصون على الحد من استخدام وسائل النقل اللي تعمل بالوقود الأحفوري للسيطرة على حالات الربو عند الصغار ومستوى الوفيات المرتفعة والتقليل أيضا من انبعاثات غازات الاحتباس الحرار وكانت حدي حلقتنا لليومون فوكيوس نتقابله إن شاء الله في حلقة وموضوع جديد وكانت معكم أربع غيث في الاعداد والتقديم ومحمد قدح في الإخراج فوكيوس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم